اشتركوا في القناة الخليفة متمنيا له دوام التوفيق والسداد لمواصلة نشر رسالة المركز النبيل والعمل على تحقيق اهدافه الانسانية في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش ومد جسور التواصل والحوار بين مختلف الحضارات والثقافات والاديان معربا جلالته عن تقديره واعتزازه بالانجازات المهمة التي حققها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي منذ انطلاق مسيرته المباركة ومن جانبه رفع معالي الشيخ خليفة بن عبدالله بن خليفة الخليفة اسمايات الشكر وعظيم التقدير والامتنان والعرفان الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه معربا عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة الملكية السامية الكريمة وعلى توجيهات جلالته السديدة سائلا المولى العلي القدير يحفظ جلالته ويرعاه